حياتاً كده من لحظة التصميم والفكرة جات إزاي فكرة تصميم محطة بشتيل وأهمية المحطة دي كمحطة تبادلية في سير القطارات في مصر تمام أولاً المحطة طبعاً بتقع في منطقة بشتيل والمحطة دي الموقع بتاعها هو اللي ليه مقاومات رجحها للإنشاء في هذا المكان مجموعة الأسباب دي بتتبالور في الآتي أول حاجة أنها طبعاً توافرت المساحة الكافية لاستعاب منشئات المحطة الخاصة للحاجات المستقبلية اللي هيتم البنى فيها دي نقطة النقطة التانية هي مكان لإلتقاء خطوط مجموعة من السكك الحديدية اللي هي تعتبر البنية الأساسية للخطوط دي زي خط السد العالي إسكندرية وزي المناشي ومبابة والأباري الخطوط دي طبعاً عشان نستفيد بيها وتكون مقاومات لنا المحطة كانت في موقع استراتيجي 11 خط بالضبط كده ده جوه المحط ولكن الحاجة التانية أننا عندنا طبعاً مجموعة من محاور الطرق المهمة جداً اللي بتمثل شرايين داخل محافظة الجيزة زي محور أحمد عراب الجديد وشارع المطار شمالاً وشرقاً شارع السودان وغرباً محور الفريق كمال عامر وجنوباً محور 26 يوليو اللي هو القديم الربط على هذه المحاور كان بمثابة متنفس كبير جداً للمحطة الحاجة التالتة أننا عندنا مجموعة من وسائل النقل المختلفة والعامة اللي المفروض هتعلي من قيمة هذه المحطة لما نيجي نربط عليها زي مونوريل غرب النيل زي محطات مترو الخط الثالث زي مجموعة من مواقف النقل الجماعي كل هذه المقاومات رجحت إنشاء المحطة في هذا المكان بالنسبة للفكرة التصميمية إحنا حاولنا أو ساعينا إن إحنا نعمل متتابعة بصرية لمحطات قطارات سعيد مصر بحيث إن هي تكون محافظة على الهواء البصرية كمثال مثلاً محطة القطارات محافظة أسوان أو الأسر بالإضافة طبعاً إن إحنا محافظة الجيزة بتتميز بمجموعة من الأسار الفراعونية اللي تايماً بيجي لها الزوار من جميع نحاء العالم يوم ما هيجوا ينتقلوا لصعيد مصر لاستكمال الرحلة السياحية حبينا إنه هو يخش ما يخشش محطة تقليدية بالعكس يخش تقريباً متحف مفتوح يشوف النسب المعمارية الجميلة اللي موجودة وبتضاهي الأسار بتاعتنا لذلك توسط في المنطقة أو في وسط المحطة هو هرم زجاجي بيمثل النسب المعمارية للهرم الأكبر حفظنا على النسب دي مجموعة العمدان حفظنا عليها بالتجان بالعمدان بالبدن الحاجات دي كلها كنا حرسين جداً إنها إنها تكون مستلهمة من النسب المعمارية لعمارة المصر الرديم اشتركوا في القناة